في دين ودنيا بذول دون من بالنوال شجاع تقوي بنور الحق في الدين مع فريق عليك صلاة الله ثم سلامه وبزق جموع الهود للبحر فمذين عليك صلاة الله ثم سلامه وبزق جموع الهود للبحر فمذين وتنصر كل المسلمين وترفعن لنا راية الإسلام في كل منفذين علي صلاة الله ثم سلامه ومن والدي كهبي وشيخ واجبه عليه مع الآل الكرام وصحبه فجرزي يهود القرسيون مون لذي حق قدر يوم جاريون اللهم صل على سيدنا وشعر للفاتح لما أغلبك والحاتب لمن سبقه ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدارة العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة الاسود ومقدارة العظيم صلى الله عليه وسلم ولا حوله ولا قوة والله العظيم شكرا أظن كينا لا أعتقد أنني لقد قدره لقد قدره أمني لقدره من أجل المباركة وماذا أتبع لقد قدره قدره قال قدره 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 سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله دعما دعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مرحن فيه وحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناقق بثم لو نسبت قدره آياته عظم من أحيى اسمه حين يلعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نهتب ولن نهتم أعي الورا فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر العينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أممه وكيف يذلك في الدنيا حقيقته قوم ميام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله يمكنه وأنه خير خلق الله تبارك وتعالى 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 بل نقفة ولا مطهرة تركب السابين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مبتة من تجول فيها فكيف تحتاجك؟ تنقل من صالب إلى رحيم إذا مضى عالم بداقبك حتى احتوى بيتك المهيمن من خندب العليا تحت حنتك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك الطياء وفي النور وصول الرشادي صلى الله عليه وسلم وإن الإمام حسان بن الحابد wanted to tell us about who Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was he couldn't tell the only thing he could say is more beautiful than you a woman has ever given birth to more perfect than you more beautiful than you my eyes have never seen and more perfect than you a woman has never given birth to you were created perfect it is as though when Allah Ta'ala wanted to create you he invited you and asked you how do you want me to create you O Muhammad and he did as he well وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَطْتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْمٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ that's who we are here for and Shah Rahim in that khutbah he said that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has given to Sidi Ahmad al-Tijani everything except for his nubuqah everything that belongs to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has been given by the Holy Prophet to Mawlana Sidi Ahmad al-Tijani except for what? for his nubuqah and in another place he said that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam he is aynu nubuqah he is aynu nubuqah if the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gives you murder that means you become a prophet because he is the essence of prophethood so how can he give murder to Sallallahu Alaihi Wasallam and Siddhna Shek was not a prophet he said it is just like the fish in the sea we all when we drink from the sea we drink a water that is salty but this fish does not drink from that water it drinks from the water that comes during the time of April and that is the water that the fish drinks it is not salty he said likewise Sidi Ahmad al-Tijani of the Allah Ta'ala the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and that is why the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam He gebru Ritwari sallallahu Alaihi Wasallam the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam تحصل على السماء من هذه ملتفقة جداً ملتقاً من سيدة حلو لنهارنا نحن رحباً لنا لقد قامنا لم يكن أحدث الله تعالى تحصل في اليوم نحن لقد قامنا برأكة كما قلتنا لن أحدث أنا حتى مجدداً عندما كان منامي مرحباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم لتعطينا جميعا لأنه يتعطينا وعلمه الشيخ قلتها قلتها صلى الله عليه وسلم أنفكم رسول الله اعلم اعلم أنك بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحدة منه قلتها مجموعة يتحدث أولاد الشيخ تجاني عضي الله تعالى عن التفكير ويقف على استخدام المبالي نعم كل واحد لأنه تتحدث عن التفكير وعلم كيف تتحدث سيخبره سألهم عندما تفعل صلاة، هل تقول أسلام على رسول الله أو أسلام عليك أيها النبي؟ قال، أنا أقول أسلام عليك أيها النبي وَلْكَبُلِلْ خِطَرِ وَلْكَبُلْ خِطَرُ مِ لَيُخَطِرُ بِهَا إِلَّا لِحَبَرِكَ إذا، إذا، إذا نرىه أو ألاه، إذا هو خبتنا، إذا هو معنا، أليس الله وسلم من المعلومات، هو في الصحيح والبخاري عندما قال صلى الله عليه وسلم أخير، عندما يصبح يضعون في خبر سوف نسألści ما تعرفين عن هذا المنزل ما علمك بهذا الرجوع وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم على فرأسي قبرنا عليه الصلاة والسلام ستترى أكبرنا أريد أن نتفكر ونشط في المسلمي وأصبحنا صلى الله عليه وسلم وأسلام entreنا ونشط في الفلسفون كما نتحدث نحن نسل وضعت ون شكرا وأحد من المنشيات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر